أكد وزير التنمية المحلية لواء محمود شعراوي أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا من مختلف الأعمار والفئات خاصة المرأة والشباب ووجه اللواء محمود شعراوي التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة بعد مساهمتهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتجهيزات والتيسيرات التي تم توفيرها لكبار السن ودوي الهمم والاحتياجات الخاصة وكذا التجهيزات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات